السلام عليكم و أهلا و سهلا بكم أعزائي و أصدقائي بفيديو جديد و مطب جديد سوف نوقف عنده اليوم في هذا الفيديو سوف نتحدث عن Imperial Purple من Zara أختي هذا الفيديو حبيت أجواب على بعض الأسئلة التي تنطرح لأنه من فترة عملت شورت لفتح العلبة و تجيني أسئلة عن أكثر من نقطة تخص العطر فإن شاء الله سوف توفق بالإجابة عنها و نبدأ على بركة الله هناك نقطة أنه كل سنة شركة Zara تطلع بعطر أولاين يضرب و ينجح و الناس تحكي فيه و يرجع بسلط الضوء على الماركة بشكل عام و هيك تحافظ زارة على اسمها بالسوق وبظن الضربة هالسنة ستكون بهذا اللاين بشكل عام اللاين بدم أربع عطور و خلف كل واحد مننا أنف عطري كبير و عطار له اسمه و تقلو و شهرته الأربع عطور هنين Imperial Purple معناها الأرجواني الأمبراطوري Magnificent Black معناها الأسود العظيم و ريغل وايت الأبيض الملكي و ماجستي جرين الأغضر المهيب هلأ يعني اسم العطار لوحده بكفي لوحده ماركة يعني بكفي نحطه على أي زجاجة لا ينباع يعني على سبيل المثال للحصر يعني مثلا الMagnificent Black هون هلأ العطار هاميد كاشاني هلأ هون العطار هاد عامل يعني بس لأه بارفوم دي مارلي عامل ليتون و بيقاسوس و غيره كثير يعني بالنسبة لي شخصيا و من أول ما شميت الأربعة بدون تردد حبيت Imperial Purple منشوف التقديم مع بعض بوكس بسيط عليه بعض المعلومات ادي بيرفيوم 100 ميلي هلأ من الشغلات اللي بتلفت الانتباه انه محطوط من جوه انه الزجاجة ممكن تعيد تعبئتها بس طبعا هاد القياس الكبير لسه ما نزل لسه بس بنزلين الميت ام ال ممكن ينزلوا زجاجات بقياس اكبر مشان تحسين تعبيها هلأ الزجاجة لما تشوفها اسميكة كويسة شيك السبريير اذا ما نشوفه مع بعض يعني برأي افضل السبريير قدمته زارة لحد اليوم هلأ واذا عندك فضول تعرف كيف تتم اعادة التعبئة رح فرجيك كيف هلأ هي الزجاجة رح نفتحها من ايم الغطاء هون في هاي الحلقة كمان من ايم الزجاجة اسميكة سبريير مجرد ما تحركوا حيطلع من محله ماشي نرجع من رجعة هيا طيب نتذكر الريحة مع بعض خلوني تذكرها معكم هلأ بشكل عام الآلب الطاغي والنوطة الطاغية هي الايرس يعني رايح بالاتجاه اللي رايح عليه اكتر عطور الايرس بهذا الوقت يعني فيه طبعا ضمن آلب الايرس نوطة الايرس هي طاغية على كل شيء لكن فيه لمسة لذر لمسة جلدية خفيفة ولمسة كمان وودية خشبية من السيدر مع لمسة سويتية طاتش صغير من الفانيليا يعني هلا هاد البرفان صاير بنفس الاتجاه والستايل لكل من ديور اوم انتنس وفالانسينو اوم انتنس يعني حتى عملت اختبار مع صديق لي منحطيت له منه من ايمبريال بوربل ورحنا على واحد من اهم محلات العطور بأوروبا هو دوغلاس هلا رفي اقل الموظفة بدي نفسها الريحة اللي حاططتها انا فصدقوني عططه ديور اوم انتنس يعني مشان اختصر انا وخبركن انه هاد العطر لو طالع من شركة مثل ارماف او لطافة او غيرها هتلاقي حديث العالم وهتلاقي هالفيديوهات على اليوتيوب كسرت الدنيا انه قاهر ديور اوم ومحطم فالانتينو اومو ومن هالحاكي العطر كتير كتير انيق وريحته اغلب كتير من سعره هلا الريحة تبع امبريال بوربل بكتير كلاس بس بنفس الوقت فيك تستخدمها كجول هلا السعر بحدود 23 يورو وبرأيي السعر كتير ممتاز على الريحة اللي بتحصل عليها يعني اكتر من الرائع بنجي لنقطة الاداء هلا بيلفت انتباهكن اصدقائي واعزائي انه دايما في شغلة هلا في ناس كتير بتشكي من اداء عطور زهرة انه ما بيثبات انه العطر ممنيح اداء تعبان فيه شغلة ينبهكن عليها دايما الباتشات الاولى هي الافضل مو بس بزارة بكل العطور بس بزارة تحديدا لما تحصل على اول الباتشات فعنجد انت بتحصل على صفقة اكتر من ممتازة رائع جدا بتكون يعني لهذا الخط هلا نازل جديد ماشي يعني لما تاخذ زجاجة منه وصدقني اذا حقتها 20 يورو هي بتستاهل 80 يورو صدقني وانا هذا الشي جربته يعني انا محل زهرة الصالة قريبة كتير كتير عبيتي فدايما لما ينزل شي جديد باخذ اول الباتش وفعلا بعد ثلاث اربعة شهور اصحابي بيحبوا الريحة بيروحوا بيجربوها بتكون عن جد يعني يخف اداءه ستين بالمئة سبعين بالمئة عن جد فدايما بنصحك جرب واخذ اول الباتشات هلا الاداء بالنسبة للثبات والفوحان جيد يعني اداءه رائع يعني انا عم يوصل معي 8 ساعات بس برد بقلكون هاد اول الباتش يوصل معي 8 ساعات على البشرة وعالملابس يعني ما عم يروح لا اخسله اداءه كتير كتير رائع الفوحان كمان جيد يعني بيضلت ساعة ونص عم يعطيك فوحان ملحوظ بس في نقطة بدي نبهكم عليها انو كيف تحصل على هاد الاداء الاوي هلا مثل ما قلتلكون هلا بالعادة بتبخ السبريير بعيد عنك بتبخ هيك لا تحصل على اداء قوي خاصة بعطور زهرة بخ من مسافة قريبة خلي البخها مركزة يعني هيك قريبة لا تبخ من مسافة بعيدة خصوصي على التياب يعني اذا حابب الريحة تضل معك انا عن جد يعني ما عم تروح لا اغسله يعني قرب ايدك او قرب على التياب تبخ هون هلا تبخ من مسافة بعيدة على التياب لا قرب وبخ خلص الريحة راح تضل هيك بتضل بتمنى تنتبهوا لهي النقطة وبتمنى كمان اللي بدي يشوف في الفيديو بعد ستة شهر او سنة يقول لي انو ما عم بحصل على هاد الاداء او انو كلامك مو صح انا عم بحكي على اول باتش انا هاد اللي عم بحكي عنه هو اول باتش واداءه رائع جدا يعني هلا عندي هون الديور اوم الارجينال هاد نسخة ال 2013 على البشرة قعد هاد تقريبا ساعة اكتر بس على التياب الامبريال بوربل ضل مدة اكتر هلا منجي للفصول برأيي لكل فصول السنة بيصلح استخدامه يعني فيك تستخدمه باي وقت على مدار العام ومثل ما قلت بديل جيد جدا لديور اوم انتينس ولفالنتينو اومو يعني فيك تستعمله لكل وقت العمل للرياضة للنشاطات اليومية باي وقت يعني مثل ما قلت لكم هو كلاس بس كمان كجول يعني مثلا لانا بستخدم للمناسبات الرسمية مثلا الجنتلمان رسير في بريفي هلا هاد بستخدمه اكتر بستخدمه كل يوم ممشكلة مثل ما قلت لكم نقطة السعر نقطة الاداء كويس هاد عندي مناسبة خاصة لابس فورمال اكتر فيني استعمل هاد اما هاد الاستعمالات اليومية صار شغلة كتير رائعة عطر كتير فخم من استعمله كل يوم وفي اخ سألني انه اسكر في فيديوهاتي موضوع الرومانسية والجازبية اخي الكريم العطر اي رومانسي وفي كتير جازبية ويسطح للمتزوجين وهيك وصلنا لنهاية المقطع ان شاء الله يكون قدم لكم معلومات كافية ووافية وجاوب على بعض الاسئلة اللي عم تنتريح وبتمنى دعمي باللايك اشتراككم بالقناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته